السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلا بكم متبعي كرام تبعي قناة الاخر وخلاص معكم محمد نور الدين ترتب فرق الدور الانجليزي الممتاز وترتب الهدفين ونتائج مباريات الجولة السلسين كاملة بعد الانتهاء اليوم الاسنين خمسة اربعة الفين واحد واشرين متبعي الكرام لأول مرة زينافكم لا ننزل نشترك في الكنيب داخل زر الاحمر اسمح الفيديو ومجتمعي تشترك واسبسكرايب عملاك الفيديو وفعل زر الجرس ليصل نحن لكل جديد باستمرار باذن الله تعالى بدأت مباريات الجولة السلسين من الدور الانجليزي الممتاز السبت 3-4-2021 هزيمة تشيلسي امام مستبرومتش البيون 2-5 ليدزيونيتد فاز على تشفيلد يونيتد 2-1 لستر سيتي خسر امام منشستر سيتي 0-2 أرسنال خسر امام ليفربول 0-3 الأحد 4-4-2021 ساوس هامتون فاز على برنالي 3-2 نيوكاسل يونيتد تعادل امام توتنهام 2-2 أستن فيلا فاز على فولهم 3-1 منشستر روناتد فاز على برايتون 2-1 اليوم الاثنين 5-4-2021 ايفيرتون ادري فوز ادري تعادل عزرا ام كريستال بلاس واحد واحد احرز هدف ايفيرتون جيمس رودريغز في الديئة 56 هدف كريستال بلاس جاء عن طريق ميتشي باتشواي في الديئة 86 والفرامبتون خسر امام واستهام يونيتد 2-3 احرز هدفي والفرامبتون لياندير ديندون كير في الديئة 44 وفابيو سيلفا في الديئة 68 اهداف واستهام يونيتد الثلاثة عن طريق جي سي لينغارد في الديئة 6 بابلو فورنالس في الديئة 14 وجارود بوين في الديئة 38 ميتمعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب فرا كدورة الانجليز الممتاز ومن تنفع على ترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة الثلاثين من الدورة الانجليز الممتاز متصدر ترتيب فرا كدورة الانجليز الممتاز من المركز الاول البطل بنسبة كبيرة منشستر سيتي بأ 34 نقطة بتسعة واربين نقطة ليفربول المركز السابع بتسعة واربين نقطة عشان وستهم طلع بقى تنين وخمسين نقطة تمام الفيرتون المركز السامن بسبعة واربين نقطة من تسعة وعشرين مبارا أسطن فيلا المركز التاسع باربعة واربين نقطة من تسعة وعشرين مبارا أرسنل المركز العاشر بثنين واربين نقطة ليدزيونيتد المركز الحادي عشر بثنين واربين نقطة كريستال بالاس المركز الثاني عشر بثمانية وثلاثين نقطة ساوس هامتون المركز الثالث عشر بستة وثلاثين نقطة والفرامتون المركز الرابع عشر بخمسة وثلاثين نقطة بيرناليل المركز الخمس عشر بثلاثين نقطة برايتون المركز الثالث عشر بثلاثين نقطة نيوكاسل في المركز الثالث عشر بثلاثين نقطة فولهم في المركز الثالث عشر بثلاثين نقطة واستبرامت شالبيون المركز الثالث عشر بثلاثين نقطة شفيل ديونات للمركز الثالثين والأخير بثلاثين نقطة نتعرف على ترتيب الهدفين المركز الثامن ويلسون لاعب نيو كاسل وراشفورد لاعب منشستر نايتد وخلنا نتعرف على ترتيب صناع الهدف متبعين الكرام النجم هاركين لاعب توتنام هو ايضا متصدر صناعة الهدف صناعة 13 هدف المركز الثاني بورنو فرناندز لاعب منشستر نايتد صناعة 12 هدف مركز الثالث كيفين دي براين لاعب منشستر سيتي صناعة 11 هدف والمركز الرابع جاك غريليش لاعب أستنفلا صناعة 10 هدف مركز الخامس صناع تسعة هدف مركز السادس أرنك رسوال لعب وستهامي نايت صناعة سمانية هدف كان معكم محمد نوردي من قناة الاخر خلاصة اشترك بالقناة على زر الجرس املاك الفيديو ونراكم فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته